سيادة اللواء يعني بداية هل الخطاب السياسي الرسمي في مصر بشأن الحرب على الإرهاب في سيناء هل هو خطاب كافي للحشد أم أن الشعب المصري يحتاج إلى مزيد من الحقائق عما يجري هناك لا يوجد ما يخفيه الرئيس السيسي عن شعب مصر الشعب هو الذي اختاره وأحزم أمره عليه واصطف أمامه خلفه بثقة كاملة وكل شيء بيعلن وليس هناك ما يخفيه لأن إذا كان فيه شهداء فمن الذي يخفي اسم شهيد أو إذا كان فيه حدث وبعدين معروف أن مصر بتواجه حرب ضروس ضد الإرهاب مصر اللي هي قلب العروبة النابض يراد بها أن تركع على قدميها أو على ركبتها وهذا لن يحدث أبداً مصر تقاوم الإرهاب وتحارب عن شعبها وعن أمتها العربية بالكامل وزي ما قال الرئيس السيسي نحن نقاتل نيابة عن أمتنا بالكامل ضد هذا الإرهاب سيادة اللواء الرئيس السيسي نفسه بيتساءل هل من المجدي إعلان معلومات عن ما يجري فيه سيناء؟ ما هي المعلومات المطلوبة أن تعلن؟ يعني فيه حدث بيحصل التوقيت بتاعه حجمه من اللي عمله هناك بعض المعلومات التي لا تقال لكي لا يستفيد منها أعداءنا لهم الإرهابين فقط هذا ما لا يعلن أما جميع المعلومات اللي الناس عايزة تعرفها بتعرفها طيب هل الرئيس السيسي يقصد مثلا عدد الشهداء أو الضحايا الذين من الممكن أن يسقطوا في الاشتباكات الدائرة هناك؟ لا عدد ما كل الأسماء بتعلم بالاسم وبالعدد يعني كل بيت فيه شهيد مين هيقول لا ده ما فيش فيه شهيد طب هو فين وديته فين؟ وبعدين ناسنا في جريمة لكي نخفي نحن نقاتل أشرف معركة دفاعنا عن أرضنا ماذا يقصد إذن الرئيس السيسي بأن ليس من الضروري أن يعلن كل شيء كل ما يجري هناك في السيناء؟ ما الذي يقصده بالتحديد؟ لا معنى أنه ليس يعلن يعني الخطط التي يتم تنفيذها في السيناء كيف تعلن؟ حجم قوات أسلوب عمل دعم سيطرة كل هذه الأحجام القوات وأماكنها كل هذه الكلام هو ده اللي يجب أن يقال أما ما دون ذلك فبيعلن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة